عاوز اسألك سؤال يعني هو فعلا فيه جدل في هذه الايام يعني هل يدعون الله للموت وهل الموت شيء نرجوه فضل جسيس الحقيقة جسيس تزار اجابة السؤال بتتوقف على المعنى المقصود بالموت وحاجة تانية بتتوقف على خلفية الشخص او معتقد الشخص او ايمان الشخص لو انا فاهم الموت بالطريقة الصحيحة هو الموت عن الخطيئة نعم يدعون الله للموت والكتاب المقدس بيقول في رسالة رسول بولس الى اهل روميا عصحاح 12 وعدد 1 و2 فاطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم دبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية لو انا خدت الاية دي وانا مش فاهم المسيحية هفكر على طول ان الله يدعو ان الناس تموت نفسها من اجل الله الفكر ده مش فكر مسيحي على الاطلاق لان الفكر المسيحي الله الظاهر في الجسد شخص ربنا يسوع المسيح هو الذي جاء ليقدم نفسه نيابة عنه ده ده الفكر المسيحي لو هاخد حتى من القديم ان فكر الله للانسان ايه اللي عايزه الله للانسان لو الله عايز الانسان عشان يموت او يموت من اجله ما اعتقدش ان هو يكون اله لكن من البداية فكر الله هو فكر الخلق فكر الحياة فكر التعمير للتدمير لان الارض كانت خاربة وخالية وكان فيه ظلام على وجه الارض وكانت الظلمة على وجه الارض لكن الله من هذا الخراب ومن هذا الظلام اخرج التعمير فجعل كل شيء حسن خلب كل شيء حسن نباد وحيوان وبعد كده توج الخليقة بالانسان عشان يحيا وعشان يحيا الى الابد فهدف الله من وجود الانسان هو الحياة الى الابد لو الله هدفه الحياة الى الابد وعايزني اموت انا دفاعا عنه او حماية لي انا مش هعبد هذا الاله على الاطلاق لانه على الاقل متناقض في فكره بعدين اله ضعيف واله ضعيف يحتاج الى حماية المفروض انا بلجأ الى الله عشان يحميني واذا كنت انا بأمن به انه الخالق وده برضو تناقض في الفكرة على فكرة حاجة من الحياة حضرتك ذكرت القتل في كل مكان ويمكن في منطقتنا العربية دايما يقول لك القاتل مختل عقليا على فكرة انا بسدك ان القاتل مختل عقليا وفكريا وكل حاجة لانه ما فيش حد عاقل يؤمن باله اوجد الحياة واعطى الحياة وبعد كده هو نفس الاله يأمر بقتل النفس وبقتل الانسان وبقتل كل من يخالفه الفكر الرأي نعم